موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو PP03 الفيديو الثالث من سياسات PowerPivot اسم الفيديو استبدال الاعمال المحتسبة بمعادلات داكس التكرارية او ممكن تسميها داكس إتريتور فونكشنز هنشوف ست حاجات في الفيديو دا اول حاجة هنشوف حاجة اسمها Filter Context او سياق الفرز او سياق التصفية الحاجة التانية هنشوف مميزته عيوب Calculated Columns او الاعمدة المحتسبة الحاجة التالتة هنتعرف على عائلة اكس او داكس إتريتور فونكشنز بالعربي معادلات داكس التكرارية كمان هنشوف من العائلة دي تلت معادلات هنشتغل بيهم SumX, AverageX و RankX هنشوف معاهم معادلات تانية اشتغلنا بيها قبل كده هنشوف معاهم حاجتين جداد Count و If كمان هنشوف اربع معادلات جداد ما اشتغلناش عليهم قبل كده خالص في الاكسل حاجة اسمها distinct وحاجة اسمها All وحاجة اسمها Has One Value كده عشر معادلات النهاردة في شغل داكس كتير واخر حاجة هنشوف حاجة اسمها Internal وال External Filters وإيه الفرق بينهم وامتى دا بيشتغل وامتى دا بيشتغل حيكون طبعا فيه مثال بس المرة دي حيكونه في الحقيقة مثالين المثال الاول مثال بسيط شرح المفهوم عبارة عن جدولين موضل صغير وقعد بسيط من الصفوف وده نفس المثال استخدمناه في اول فيديو فيديو PP01 المثال التاني معقد شوية حيكون اربع جداول عشرة مليون صف نفس المثال اللي اشتغلنا عليه في فيديو PP02 هنعم عليه report وطبعا ليه بنشتغل تاني على PP02 عشان عايزين نوصل الموضل دا الى ليفل معين هنبني عليه بعد كده في الفيديوهات الجاية مكمل معانا ثلاث اربع فيديوهات لسه قدام يلا نروح على الاكسل ونشوف هنعمل ايه النهاردة تعالى فتكرب على بعض المثال العملي اللي استعملناه في فيديو PP01 على الشمال فيه جدول المعاملات وهو عبارة عن معاملات البيع اللي تمت في بعض التواريخ فموجود كود المنتج وموجود الكوانتي المباعة من كل منتج وكمان التاريخ اللي حصل فيه عملية البيع وعلى يمين زي ما هك شايف هو جدول البحث موجود برضو فيه كود المنتج واسم المنتج هي مجموعة من الفواكه وكمان البيع سعر البيع لكل منتج ولو روحنا على الباور بيفوت ويندو هنلاقي الجدولين موجودين لو روحنا على الديوغرام فيو نقدر نشوف العلاقة الوانتو ميني زي ما اتفقنا ماشية من جدول البحث رايحة على جدول المعاملات وبالتالي ممكن نعمل تقارير استنادا للجدولين دول باستخدام داتا موضل تعالى بقى نرجع على الديتا فيو ونروح على السيلز تي اول حاجة محتاج اعمل تقرير على الكميات المباعة وطبعا لو اخدنا الكميات المباعة دي وحطناها العمود ده حطناها في اي بيفوت تيبل هينتج عنه implicit measure يعني هيعمل تجميع تلقائي للعمود ده وطبعا الimplicit measure قولنا غير مرغوف فيه لعيدة اسباب موجودة في الفيديو التاني ممكن ترجع لها وبالتالي الافضل هنعمل explicit measure او نعمل معادلة صريحة نكتبها احنا بادينا فتعالى تحت في الماجر جراد بعد الخط ده الحيث دي اتفقنا اسمها الماجر جراد واول حاجة عشان اكتب معادلة لازم اديها اسم فتعالى ادي له اول ماجر انا عايزه اجمالي الكميات المباعة فتعالى اسميه total quantity وبعدين اعمل نقطتين معناها الاسم واقوال معناها يلا نكتب المعادلة معادلة بسيطة جدا هي معادلة كما انت شايف كل ما كتبته ظهر فوق في الفيديو اللابار ولسه ما ظهرش تحت في المكان اللي بكتب فيه مفيش مشكلة لو عملت tab عشان sum واشوف ايه المطلوب مني لسكرين تيب بيقولي column name انا محتاج حركة لو دست على q ادي جابلك ال options اللي عندك ادي sales quantity لو قفت عليها وعملت double click كتب لي هنا sales t ده اسم الجدول between two square bracket quantity ده اسم العمود اقفل القوس عشان معادلة sum او function اسمها sum وادوس على enter هيظهر لي المجموع تحت هنا وممكن اعمل هنا number formatting هنا بيقولي general ال format general لكن ممكن استخدم whole number وممكن استخدم معاها thousand separator عايز بقى اتفرج على measure بتاعي ده اللي ننسى عامله عن طريق ان انا حطه في مكان ال value جوه pivot table فيبقى لازم على طول اعمل pivot table ممكن ارجع ال excel sheet واعمل pivot table او ممكن هنا على طول من ال home هتلاقي هنا على طول icon pivot table لو دست عليه حيوديني على excel sheet ويقولي انت عايز تعمل ال pivot table فين اما new worksheet اما existing انا هختار existing وممكن اختار بنفسي المكان وليكن F9 وادوس على اوكي مرتين هتلاقي عمل لك على طول pivot table ممكن ادده اسم من pivot table analyze وليكن مثلا هسمي report على اليمين ادي موجود جدولين بتوعنا price kg ده جدول البحث اللي في بيانات المنتجات وال sales t ده في المعاملات من sales t ادي على طول major بتاعي جنبي fx معناه ان ده major ممكن على طول ادوس عليه automatic هيروح values خد بالك major لازم يروح ال value مالوش اي مكان تاني و ادي الرقم بتاعنا اللي ظهر لينا 857 اجمالي العام بتاع جدول المعاملات بالكامل ويعايز بعد كده اعمله تقسيمة التقسيمة الممكنة في الده بتاعتنا ان انا قسمه حسب المنتج المنتج انا مسميه fruit عمود اللي فيه المنتجات اسامي المنتجات اسمه fruit موجود في price kg ممكن على طول اخده واسحابه وحطه في الروز فبقى عندي على طول تقرير زي محراج شايف بيوريني اسامي المنتجات والكميات المباعة عشان نفهم ايه اللي حصل في البيوت تابل انا عندي جدولين زي ما اتفقنا جدول بحث وجد المعاملات بينهم علاقة one to mini عليمين primary key اللي هو product id وعلى الشمال foreign key اللي اسمه product id برضو اللي هم سبب الربط ما بين الجدولين دول مع بعض انا عملت ايه رحت عملت pivot table وزي ما انت شايف خدت الفروتس وحطتها في الروز طبعا انا سحبت الفروتس من جدول البحث فبالتالي هو فاهم ان فيه علاقة ما بين البيوت تابل وجدول البحث اللي هي الابل فراح للابل وبص عليها في جدول البحث وعشان يكمل التقرير لاني رحت اجيبت الكوانتيتي من الجدول التاني فهو فاهم انه محتاج يتحرك من جدول البحث ويروح على جدول المعاملات عشان يقدر يجيب الكوانتيتي بتاعة الابل عمل كده ازاي؟ راح شاف ايه الكود بتاع المنتج لان هو الرابط ما بين الجدولين لقى كود المنتج 1001 وبالتالي ميشي على علاقة ما بين الجدولين وراح على جدول المعاملات لقى 1001 متقرار مرتين فعمل ايه؟ اول حاجة عمل فلتر عمل فلتر لجدول المعاملات عن طريق المعلومة اللي جياله في جدول البحث وبالتالي الجدول بالكامل تحول الى سطرين بس بالنسبة للابل موجود فيه تاتا وتسعين وسبعة وخمسين ازا كوانتيتي بعد كده حضرتك ميشي عمل المعادلة اسمها السم اللي احنا عملناها مع بعض فجمع الرقمين دول ادالنا المية وخمسين اللي موجودة قدامك هنا وكرر نفس العملية دي واحد اتنين تتاتة اربعة خمسة ست مرات عشان يقدر يقسم الريبورت على المنتجات اللي موجودة جوه التابل اللي اسمه برايس كي جي اللي هو جدول البحث بالضبط هو ده على منا이었ه الفلتر كونتكست واي حاجه بحطها جهة مجمع الكري bum جاية من رجل ذلك بيتطبق عليها المفهوم دا بالضبط وهstoff حركه اللي جاية من البيت �倫 تابل او الفلتر اللي جاي عن طريق color ده بيعتبر به cess衣 يجب jurana ρχ يعني الفلتر ده انا مابنتوش جوا 1998 هو جاي خارجي من وجان cuando ا trabajأتي هذه المّنبطه وبالتالي الفلتر كونتكست هيكون جاي بيجبر data model بشكل معين عشان كده لازم نكون فاهمينه وهو ده سياق الفرز او الفلتر كونتكست دلوقتي عملنا اول جزء في report جبنا الكميات المباعة مطلوبة احسب ال revenue طبعا عشان احسب ال revenue محتاج اروح اجيب من ال price kg من الجدول اسمه price kg ده محتاج اجيب الاسعار واقدر اضربها في الكميات اللي موجودة في sales t عشان اعمل كده في طريقتين اول طريقة ان انا اضيف عمود اقدر اجيب فيه المعلومة دي وابدأ احسب عن طريقها ال revenue عشان اضيف عمود في اي جدول لو هرك روحت كده على يمين خالص هتلاقي اخر عمود معمول بلون شفاف ومكتوب تحتي add column لو عملتها هي double click هتلاقي نفسك ممكن تكتب على طول اسم العمود اللي انت عايزه وليكن مثلا price انا عايز اجيب السعر فحكتب price واول ما حدوس enter هتلاقيه وداك فوق على formula bar كتاب لك equal وعايزك بقى تبدأ تكتب المعادلة عشان اقدر اضيف عمود جديد المعادلة اللي محتاجة هنا هي معادلة related وزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت related بتشتغل اكي انها فيروكب بالزبط بتمشي على one to many relation وتروح تجيب معلومة من جدول الى جدول اخر فانا محتاج معلومة price موجودة في التابل اسمه price kg يبقى حكتب معادلة related r e l a وبعد كده هلاقيها اول option لو دوست على tab مطلوب مني اسم الكلوم وده معناه اسم الكلوم اللي انا محتاج اجيب المعلومة منه يعني انا خلاص هو فاهم انا جوا التابل ده وحيمشي على سطر سطر ويجيب لي المعلومة المقابلة لها من كولوم اخر في جدول اخر طبعا الجدول الوحيد المرتبط هو جدول price kg وانا محتاج معلومة price هي تاني option ادي اسم table price kg وبتوين تو سكوير براكت هتلاقي اسم الكلوم double click عليها وبعد كده هتلاقي تقفل البركت وتدوس على enter هتلاقي على طول جاب لك كل الـ prices تحت بعض بشكل حاك شايفه طب طبيعي هتقول لي محتاج تضيف بقى كولوم كمان وتحسب فيه revenue ماشي ممكن ولكن اختصارا للوقت والـ resources اصلا عايز اقل للعمده المحتسبة فما فيش مشكلة ممكن احسب جوا نفس العمود فبالتالي لو روحت على طول هنا وعملت علامة ضرب وروحت اختارت quantity هو الواحده هيكتب لك اسم الـ column sales t وquantity خد بالك انت ممكن تكتب quantity من غير sales t ولا انت واقف جوا الجدول يعني انت العمود اللي من جوا نفس الجدول مش لازم تكتب قبليه اسم الـ table ولكن انا افضل دايما تم اكاتب اسم الـ table قبليها عشان ده هيساعدك لما تيه ترجع للمواهد لبعد فترة فالـ full qualified name احسن تحطه باستمرار عشان تعفت المواهد لما ترجع لها فكده بالتالي انا قلت related روحت جبت الـ price وضربته في الـ quantity في خطوة واحدة ولو دست على enter العمود ده هيتحول الى عمود الـ revenue بدل عمود الـ price ممكن اقف على الـ column تاني الـ header بتاع الـ column وبدل الـ price ممكن اسميه revenue وادوس على enter فبقى عند حراك خلاص الـ revenue محتسب في العمود ده ممكن اضيف measure جديد عشان اجيب total بتاعه total revenue وممكن underscore AC يعني add column ليه عملت كده علشان انا هعمل الـ revenue بطريقة تانية فعايز اميزها عن الطريقة التانية نقطة 2 واقل وهستعمل sum انا عايز الـ revenue لو كتبت R قالك ادي العمود بتاع الـ revenue لوحده وادي عمود الـ revenue بس قابلي اسم الـ table قلنا افضل نختار اسم الـ table نقفل الـ sum وندوس على enter هتلاقي مكتوب لك الإجمالي بتاع الـ table بالكامل من formatting المرة دي ممكن اختار currency وممكن اروح ابص على الـ pivot table اللي موجود اراضي واضيف فيه المعلومات الجديدة ادي المجر جديد total revenue هتدوس عليه على طول جالك جوه الـ pivot table وموجود فيه number formatting وشوفنا ازاي ممكن نحسب revenue عن طريق اضافة عمود جديد هل فيه طريقة تانية اه فيه طريقة تانية عن طريق الـ dax iterator طب عشان نفهم ازاي ممكن تتعامل تعال معايا بسرعة اوريك حاجة سريعة زي ما انتفقنا مع بعض فيه طريقتين لحساب revenue واحدة عن طريق الـ added columns او الاعمدة المحتسبة والتانية عن طريق الـ dax iterator functions او انا بسميها الـ x family طب تعالى نفهم الاول ايه اللي حصل في العمود المحتسب زي ما انت شايف ادي ايديتا الاصلية كان شكلها عامل كده رجعنا وعملنا related جبنا زي ما عملناها في خطوة واحدة price وضربناها على طول في quantity وحطينا الكلام ده جوه عمود طب لما عملنا ايه اللي حصل؟ حصل تخزين للعمود ده جوه الملف جوه الميموري بتاعة الـ excel workbook خد بالك هنا واحد اتنين تلاتة اربعة يعني كده فيه اربع اعمدة يعني 25% من الـ data اللي موجودة هي data انا اضفتها حسبتها وزودتها في عمود فتخيل لو عملت كده كمان مرتين يبقى تقريبا ضربت حجم الـ storage بتاعي في اتنين حجم الفايل بتاعي الضعف بقى مضروب في اتنين فده عيب موضوع الاعمدة المحتسبة طيب الـ DAX بقى بيعمل ايه؟ الـ DAX بيعمل حاجة مختلفة شوية ايه دي الـ data الاصلية بتاعتي انا عايز اعمل معادلة الاول بكتب المعادلة وحنشوف ازاي بنعملها تقريبا انا عملت نفس اللي عملته بظلط استخدمت related وروح تجيبت الـ price وبكتبت في الـ quantity ولكن عملته جوه المعادلة مش في عمود محتسب خد بالك هنا انا جمعت عمود محتسب هنا نفس المعادلة اللي عملناها مع بعض related حطتها جوه الماجر بتاع sumx ولما هعمل كده ايه اللي هيحصل ساعة لما اختار الماجر ده وحطه جوه اي بي في الـ table هيجري بسرعة على الـ table بالكامل ويعمل iterative calculation يعني iterative يعني هيكرر يمسك اول عمود لوحده ياخد الـ quantity يروح يجيب لها الـ price ويطلع النتيجة واللي بعدها ياخد الـ quantity يروح يجيب لها الـ price يضربها فيه ويطلع النتيجة وهكذا حد ما يخلص الـ table بالكامل بيعمل iteration على كل line بيشتغل line by line وبعد كده يجمع كل ده on the fly اول ما حط الماجر جوه الـ pivot table يبقى معنا كده اللي بيحصل بيحصل احتساب في وقت الاستعلام بس لما اعمل استعلام عن الماجر بمعنى احطه جوه في الـ table بيعمل حرك الاحتساب لكن هنا الـ data محسوبة من الاول وقعدة مستنياني اي وقت عايزة query عليها هتطلع لي مفيش مشكلة خالص طب مين فيهم احسن ومين اوحش الامانة مفيش احسن واوحش هو trade off عندك plenty of space ممكن تزود الـ storage بتاع الـ data ومعندكش مشكلة فالأعمل ده المحتسبة ضريفة لان الـ calculation سياخد وقت صغير لو حرك الـ file بتاعك كبير اصلا ومش قادر تزود فيه كمان data اكتر ما هو شايل data يبقى ساعة الحرك هتلجأ الى الماجر وبالتالي مش هتاخد space كبير للتخزين ولكن الـ time اللي هيستخدم علشان الـ calculation سيكون اطول شوية تعالى بقى نطبق الكلام ده مع بعض بشكل عملي يلا نكتب مع بعض معادلة sumx قلنا اول حاجة ادي اسم للماجر فده نفس الكلام هسميه total revenue underscore x يعني باستخدام الـ sumx نقطتين واقول نكتب مع بعض sum وانزل تحت خالص اخر اختيار sumx sumx بتحتاج حاجتين اول حاجة محتاج جدول زي ما انت شايف طلب مني table طبيعي هتديله الـ table اللي انا واقف عليه اللي هو sales t table اول ما هكتب sales هتديني اول option sales t double click وبعد كده expression معنى expression يعني ايه؟ يعني معادلة عايز حاجات اجمعها واضربها واطرحها من بعض وبالتالي هتطره بالضبط نفس المعادلة اللي انا عملتها في العمود المحتسب يعني من الاخر هقوله انا عايزك هتجيبلي quantity Q اول حاجة الـ quantity اهو sales t quantity double click وعايزك تضربها لي في الـ price بس الـ price موجود في جدول تاني اذا محتاج استخدم related واروح اختار الـ price double click ممكن اقفل القوس بتاع related واقفل القوس بتاع sumix وبعدين ادوس على enter تعالى ننزل تحت ادالك نفس النتيجة بالضبط ممكن نعمل شوية number formatting نفس الكلام هاختار currency zero decimal places وادى لك نفس النتيجة ولو روحت على الـ pivot table حضرتك اللي موجود في الـ excel sheet هتلاقي ادي الماجر الجديد لو عملت عليه tick هتلاقي بالضبط نفس النتيجة اللي حركة عملتها عن طريق added column ولكن عملتها باستخدام sumx او معادلات iterator dex طب دلوقتي نحسب متوسط البيع هو عبارة عن قيمة البيع مقسوم على عدد معاملات البيع يعني عدد السطور الموجودة اللي تم فيها بيع اللي هي في الحالة بتاعتنا لو بصيت تحت على الكاونتر ده 19 والتوتل بتاع revenue 2939 لو اسمت التوتل ده على 19 ممكن يديلك متوسط البيع لكل transaction طب بتاعي نحسبها مع بعض بالشكل ده ونسمي الماجر اول حاجة اسمي الماجر زي ما اتفقنا وده هسميه average revenue per transaction نقطتين واقل متعالى عايزين اول حاجة ناخد التوتل revenue التوتل revenue حسبناه عندنا اثنين ماجر بيحسابه ممكن اخد اي واحد فيهم عشان احط اي ماجر جوه ماجر تاني لو عملت على طول open square bracket جابلي كل الماجرز الموجودة قبليها علامة sigma دي معناها ان ده ماجر يختلف عن العمود او على اسم العمود ان اسم العمود مفيش قبليه علامة السجمة في الحالة تعالى ناخد total revenue x double click عليه وعايزين نقسمه على عدد المعاملات لو زي ما اتفقنا هو الرقم 19 اللي هو عدد المعاملات اللي حصلت ممكن اجيبه عن طريق معادلة count زي بالزبط اللي موجودة في الاكسل هبدأ اكتب count وبعد كده tab وبعد كده ابدأ اختار اسم العمود نفس الكلام محتاج اعد سطور اللي حصل فيها revenue فهنزل تحت خالص عند sales t revenue يعني العمود بتاع revenue واعمل double click وبعد كده اقفل القوس وادوس على enter وانزل تحت وحتلاقي تقريبا 1259 ده متوسط البيع لكل transaction برضه هعتبره currency واعمل برضه zero decimal places وتعالى نشوف شكله ايه جوه ال pivot table فهروح على pivot table اللي احنا عملناه مع بعض وادي المجر الجديد average revenue ممكن ادوس عليه عمل نفس الكلام ماشي على filter context وقدر يقسم ال average revenue لكل نوع من المنتجات مفيش مشاكل طب هل ممكن اعمله بطريقة مختلفة اه ممكن اعمله بطريقة مختلفة عن طريق برضه معادلات dex iterator والمرة دي هستخدم معادلة average x average revenue pair trx او transaction وبعد كده underscore x يعني ده اللي احنا حسبناه عن طريق معادلة average x نقطتين واقوال وابدأ اكتب average وانزل تحت خالص اخر اختيار average x عايز اول حاجة مني table نفس اللي عملناه بالزبط هي هي بالزبط معادلة sum x فههحتاج اسم table sales t اعمل كاما عشان اكتب ال expression هضرب اثنين columns في بعض اول واحد quantity وحضربه في price موجود في table تاني يبقى هستعمل related وروح اجيب price من table price kg وبعد كده اقفل القوس بتاع related واقفل القوس بتاع average x ودوس انتر هتلاقي حركة ده لك نفس النتيجة بالزبط نفس اللي عملناه هنقول ان ده currency و zero decimal places وتعالا نروح على ال pivot table بتاعنا ادي الماجر الجديد اخر واحد تحت هنختاره وهتلاقي نفس النتيجة بالزبط ظهرت لك زي ما حراك شايف اسامة total revenue وعادة المعاملات وعن طريق معادلة average x اللي عملت هالي بشكل automatic تعال نصعب الموضوع شوية احنا حسبنا average revenue per transaction زي ما اتفقنا ده جدول المعاملات ولو عدينا زي ما حراك شايف 19 معاملة طيب بص كده هنا هتلاقي ان فيه توريخ متكررة بالذات في اخر فترة 24-11 ده متكرر اكتر من مرة يعني معنا كده لو حبيت اعمل متوسط البيع اليومي مش هيكون مساوي بالزبط متوسط البيع لكل معاملة فبالتالي عشان اقدر احسب متوسط البيع اليومي محتاج اجيب distinct list او قائمة فريدة بجميع التوريخ اللي موجودة هنا عشان اقدر اخد الرقم ده وبعد كده اخد رقم توتر البيع اللي هو 2330 واسمه عليه فيديني متوسط البيع اليومي بالنسبة للمجموع وبالنسبة لكل منتج من المنتجات وقدر اعمل كده جوه داكس بتاعي عن طريق معادلة عن طريق distinct count او العدد الفريد يعني اي قيمة اعدها مرة واحدة بس دا معنى distinct count تعالى نجرب الاول distinct count انا هسمي الماجر average daily revenue او متوسط البيع اليومي و underscore distinct count وبعد كده نقطتين واقل بس ابدأ اكتب الاول مواعد distinct count عشان شوف اشتغل ازاي فهنكتب مع بعض جوه formula bar dis ادي distinct وتحتها distinct count انا هاخد distinct count double click وطلب مني برضو column name في الحالة دي هروح على sales t واختار date عايز عدد متفرد للعمود بتاع date يعني اي value جوه date ما تعدهاش الا مرة واحدة بس double click وتاع نقفل القوس وندوس على enter وننزل تحت وهتلاقي ادالك 15 يعني عندي 15 تاريخ رغم من عد السطور زي ما اتفقنا 19 فلو خدت ده وجيت قبليه دخلت جوه formula bar تاني وجيت قبليه وحطيت الماجر بتاع total revenue افتح القوس المربع عشان يجي لك كل الماجرز هنختار total revenue x ونقفل القوس المربع وبعد كده على وندوس enter وتعالى ننزل تحت هتلاقي الرقم بقى 1595 مختلف عن الرقم اللي فوقي اللي هو 1259 وتعالى برضو نفس الكلام هنقول ان ده حضرتك currency و zero decimal places وكده حسبنا ال average daily revenue هل في طريقة تانية اه ممكن برضو عن طريق معادلة average x تعالى ادي اسم ماجر جديد average daily revenue المرة دي underscore x نقطتين و equal و average x عايز مني table كل مرة بديله sales t table مفيش مشكلة ولكن لو انا نفس الكلام اديته sales t table هيبع عندي مشكلة انه هيعد برضو ال 19 record يعني هيعدي على كل سطور بتاعة ال table احنا قلنا دي iterative او iterator function يعني بتعدي على سطر سطر وتعمل العملية الحسابية لكل سطر وده انا مش عايزه انا عايزه يعدي على 15 سطر بس اللي هم بتوع ال dates الغير متكررين مش ال 19 عشان اعمل كده فانا عايز اطلع له جدول تاني اصغر شوية يكون في العمود بتاع ال date عبارة عن 15 اعمل كده ازاي فيه function اسمها distinct من غير count ولا حاجة distinct دي بيعتبروها table function يعني ايه table function يعني بتطلع table الناتج بتاع ال function دي انها تخرج لي table ومعنى كده ان انا مقداش استخدمها لوحدها لان اي table لو استخدمتوا لوحده اي function table لو استخدمتها لوحدها هتديك error ماينفعش تستخدم table لوحده لازم تحطه جوه aggregator او حاجه تجمع ال values اللي هتطلع طب تعال كده نجرب انا حامسح معادلة average x اللي برا دي و تعال نكتب distinct و نختار له هو ما عايز ياما column name ياما table expression فممكن اختار له column name زي ما اتفقنا انا عايز من sales t عايز date يعني بالزبط اللي هتعملوا هتطلع لي قائمة بكل dates غير متكررة يعني هتطلع لي قائمة بخمستاشر تاريخ تعال بقى ندوس enter على كده و نشوف هيعمل ايه تعال ننزل تحت اداني error ولو افتع نقطة الصفرة دي هتدي لك حكاية error ده هيقولك ان ده حضرتك a table of multiple values was supplied يعني ده عبارة عن table بمجموعة من القيم وهنا هو محتاج قيمة واحدة بس يبقى لازم اعمل aggregation قابليها واحد الفنكشن زي ممكن تعملي aggregation في الحالة دي هي الفنكشن اللي كنا كتبينها اللي هي average x فهرجع اكتب average x قابليها وهعتبر distinct وهوها sales t date هعتبر هو ده التابل اللي بتديه input لأفرج x يعني average x محتاجة table التابل ده هيكون عبارة عن distinct بتاع sales t date تمام ممكن اعمل كما وابدأ اكتب expression طبعا التابل ده مفيش اي ارتباط بينه بين اي تابل تاني لان ده تابل جديد انا خلقته اسمه sales t date distinct ده تابل جديد خالص ما كانتش موجود قبل كده لو حاولت اكتب related بقى وحتى لو طلعت لي المعادلة بتاعت related واخترتها تيجي تكتب اي حاجة مش هيوافق مش هيلاقي اي column related لان دي تابل جديد خالص ما هواش جوه الماضل انا خلقته عن طريق معادلة distinct فعشان احط expression لمعادلة average x نقدر نعمله evaluation جوه معادلة average x دي لازم يكون measure محسوب ماداش ارجع اضرب تاني ال quantity مضروبة في ال price لازم احط measure محسوب وبالتالي هفتح عطول square bracket هجيلي كل اسامي الماجرز اللي موجودة ممكن اختار برضو ال average revenue x واقفل القوس بتاع ال average x وادوس على enter وتعالى ننزل مع بعض تحت اداك نفس النتيجة بالزبط وتعالى نروح على ال pivot table بتاعنا وننزل تحت ادي ال 2 measures الجداد average daily وroح على اليمين هتلاقي values بالزبط نفس اللي انت حسبتها وهتلاقيها slightly changed عن الارقام الموجودة يعني هنا فيه تطابق في السطر ده والسطر اللي بعده لكن هنا مثلا 800 هنا 800 وهنا 1200 معنى كده ان عدد transactions مش بطابق عدد الايام عشان كده قلتلك ان ده بدي نتيجة مختلفة عنده وشوفنا ازاي نحسب ده وشوفنا ازاي نحسب ده اخر حاجة عايزين نشتغل على ال rank نعمل عملية ترتيب قبل ما اشتغل عليه فضي شوية ال pivot table ده احسن بقى كبير قوي هشيل شوية حاجات وبعد كده موضوع ال ranking انا عايز اعمل ترتيب ادي الخمسة منتجات بتاعنا عايز اعمل ترتيب حسب اعلى قيمة بيع وعشان اعمل كده هستخدم function اسمها rank x برضو من عقلة x او dax iterator تعالى ندي اسم جديد المرة ده الماجر ده هسميه ranking ممكن اكتب عطول جول فرملا bar ranking نقطتين واقل هنستعمل function اسمها زي ما اتفقنا rank x محتاجة برضو table طب تعالى نفكر المرة دي tnho table اللي هيكون مفيد بالنسبة لل function دي انا عايز ارتب حسب المنتجات خد بالك لو ال data sales t زي ما عملت في كل functions اللي قبل كده هعملي ترتيب حسب transactions يجيب لي اكبر transaction واصغر transaction ده مش المطلوب انا عايز يرتب حسب المنتجات فال input بتاعي لازم يكون لستة المنتجات ودي موجودة فين في الجدول المنتجات او انا هنا مسميه price kg فالجدول اللي انا محتاجة ادهوله هو جدول price kg هاختاره واعمل expression المرة دي ما اقدرش اعمل برضو عمليات الضربة انا شو هاختار quantity واضربها في price وكام ده كله لان انا مختار خد بالك هنا price kg فما اقدرش هروح اختار quantity من table بتاع sales t يبقى ال expression ممكن ادهوله واديره على tool measure محسوبة قبل كده اللي هو زي ما اتفقنا افتح square bracket عشان انزل تحت خالص واختار total revenue x وقفل cost وادوس على enter وتعالى نشوف تحت ايه اللي حصل قالني ranking 1 طيب يعني معنى كده ده ترتيب الاجمالي داني واحد ماشي ممكن يكون صح انا مش تأكد تعالى نروح على pivot table بتاعنا وننزل تحت خالص ونختار ranking ايه ده اداني ranking all the way يعني apple 1 وبانانا 1 ومانجو 1 كل حاجة اداني 1 طيب تعالى نحاول نفهم ايه اللي حصل تعالى نرجع تانى على المشهد اللي شفناه في الاول بتاع filter context زي ما اتفقنا في ال external filter هيحصل ان كل الجدول بتاع المعملات هيحصل له filtration ويبقى كله يحتوي على ال الف واحد اللي هي ال apple زي ما اتفقنا وبالتالي لو طبقت عليه المرة دي معادلة rank x الجدول كله عبارة عن apple يبقى الترتيب بتاع ال apple الجوائي اكيد دمرة واحد ده شيء منطقي وبالتالي بنانا هو الاول على البنانا والبيتش هو الاول على البيتش وهكذا طبعا ده بيديك نتيجة غير طبيعية او غير منطقية عشان كده محتاج حاجة من جوة data model نفسها اللي احنا بنسميها internal filter يؤثر على ال external filter لو سمحت في حالة تقييم ال rank لو سمحت عايزك تاخد كل الصفوف ولا تستمع ابدا لموضوع ال external filter اللي بيخلي الفلتر context يتطبق ويخليني اشوف ال apple كله مع بعضه ده بتعمل ازاي بتعمل عن طريق function تعال نروح نشوفها بسرعة مع بعض الفنكشن دي اسمها all لو رحت قبل price kg وكتبت قابليها كلمة all all دي فنكشن كل مهمتها ان هي بتلغي الفلتر context بتقول لو سمحت إلغي الفلتر ال external filter اللي جايلك من ال pivot table لا تستمع اليه ابدا وبالتالي طالما في internal filter يعني ده هي override ال external filter اللي جاي من ال pivot table فلو حطيت price kg قابليها من نحيتين all وقفلت زي ما حالك شايف كده ولو دست على enter دلوقتي هنا مش هيتغير عشان هنا برضو total مفيش مشكلة ولكن لو روحنا على pivot table اه المرة دي زبطت عندك اهو اول واحد strawberry rank بتاع 1 بعد كده rank بتاع apple 2 ورانك بتاع بنانا 3 اكبر حاجة strawberry بعد كده apple بعد كده بنانا وهكذا خد بالك المانجو والبيتش قد بعض في sales اللي اتنين اخدوا رقم اربعة طيب ويه ممكن اتحكم فيها وتعالى نشوف ازاي من جوه معادلة rank فتعالى نرجع تاني على معادلة rank ونروح على formula bar وتعالى نقرب شوية ونشوف بعد لما عملنا expression احنا قلنا اول حاجة اخد table والtable ادينا له all price kg اعتبرنا ده table وبعد كده expression total revenue بعد كده في كذا parameter في value سيبك منها هنسكيب الفاليو فنعمل كاما تانية فاضية وحاجة اسمها order وممكن اختار ascending او descending descending يعني من الكبير للصغير وده default لكن ascending من الصغير للكبير ممكن ادابل كليك عليها وبعد كده ادوس enter وتعالى نروح مع بعض ونشوف المنظر بقى اعمل ازاي بقى عندك الاول هما الاثنين الصغيرين بقى هما اتنين الاول ادي واحد واحد وبعد كده ايه بنانا بقت رقم ثلاثة يعني عمل ايه skip لرقم اتنين طالما فيه اتنين اخدوا رقم اتنين يبقى اللي بعديهم ياخد رقم ثلاثة بعد كده الابل اخد رقم اربعة والستروبري اخدت رقم خمسة وجران توتل اخد رقم ستة وطبعا ده برضو شيء مش ظريف قوي انا عايز الاثنين الاوائل يبقى واحد وواحد وتالت بقى نبرا ثلاثة اللي بعديهم انا عايز اخد رقم اتنين مش عايز وياخد رقم ثلاثة طب دي نعملها ازاي نفس الكلام من جوة معادلة rank اقدر اخش تاني جوة معادلة rank وبعد ascending دي انا عايز ترتيب تصاعدي هعمل كاما حيقولي حاجة اسمها ties لما الاثنين يتشابهوا مع بعض اعمل ايه الديفولت هو skip يعني skip يعني ايه يعني اللي يبقى واحد وبعد كده واحد برضو الاول مكرر الاول مكرر اللي بعديهم يبقى اسمه التالت هو ده skip لكن انا عايز الاول والاول مكرر بعد كده التاني يبقى اسمه dense يبقى double click على dense ودوس على enter ونرجع على pivot table ونشوف ايه اللي حصل ادي الاول الاول بعد كده التاني الرابع وهنا حضرتك الخامس ودي كمان حاجة مش ظريفة وعايزين نشوف لها حل الحل ده عن طريق معادلة تانية ونشوف ازاي هنشتغل تعال نرجع على pivot table window دلوقتي دي معادلة ranking زي ما اتفقنا واحنا قلنا ان المشكلة ان هو بياخد الجراند توتل ويعمله هو كمان ترتيب طب ايه هو الجراند توتل الجراند توتل معناه هو المكان اللي مفقوش اي فلتر خالص المكان اللي موجود فيه التابل بالكامل او كل القيم بتاعة التابل عشان كده عن طريق معادلة if ممكن اسأله هل انت عندك one value ولا عندك اكتر من one value لو عندك one value يبقى انت شغال جوه سطور بتاعة pivot table لو عندك اكتر من value يبقى انت شغال في منطقة فيها aggregation ودي غالبا منطقة الجراند توتل فحاجي قبل معادلة rank x وحبدأ اكتب if statement او معادلة if وبعد كده طالب مني logical test logical test عايز اسأل سؤال للاكسل واقول له والله يحرك السطر اللي انت واقف عليه ده هو سطر المجموع ولا سطر من سطور ال pivot table العادية طيب هعرف ازاي القصة دي في معادلة زريفة جدا اسمها has one value لو اخترت has one value دي وديها اسم ممكن اختار column اللي هو مثلا product id وحقفل القصة معانا كده انا باسألك هل عندك value واحدة بس خارجة من product id ولا عندك اكتر من value اكيد لو انا اشغال جوه اي منتج عندي value واحدة لكن لو اشغال على total هيديني اكتر من value يبقى بعد كده هعمل result if true هتكون معادلة rank x اللي احنا عملها كلها مع بعض لو الكلام ده false هعمل كاما وفي معادلة زريفة جدا اسمها blank كل وظيفتها ان هي بتطلع لي blank value او بتديني null لو قفلت معادلة if اللي في الاول ودوست على enter اداني بعد كده ranking بتاعة total هنا كتاب لي blank وتعال نروح على pivot table وهتلاقي فعلا الاخر خالص ادى لك blank هو ده المطلوب بالزبط بس لحظة واحدة تعالى نرجع تاني لاخد بالك ان في حاجة ضريفة جدا بالنسبة لمعادلة if في data model او في power pivot ان انت عندك اخر argument optional ومعنى كده ان انت default بتاع اخر argument لو انت مبتوش حاجة خالص هو الواحده بيدي null يعني لو حزفت خالص معادلة blank واسبت اخر argument فاضي خالص ودوست enter وانزلت تحت ادي نفس blank بالزبط ولو روحت على pivot table نفس الحكاية مدي لك blank total وكده تغلبنا على المشكلة اللي كده بتواجهنا في rank شوفنا ازاي rank بشتغل بشكل مختلف لازم اقول له حاجة تغير filter context فقولت له all قلنا ان احنا لازم نقدر نحدد ascending و descending وقلنا هيعمل ايه في التايز او لما يكون الرقمين المتشابهين هتصرف معاهم ازاي وقلنا كمان ازاي اشيل ال rank بتاع grand total خلصنا كل حاجة على المثال الصغير شوفنا ال concept فهمنا الدنيا ده المثال pp02 10 مليون صف 4 جداول transaction table في النص او جدول المعاملات all sales اسمه و 3 جداول product channel region 3 جداول بحث او look up tables و relations موجودة one to mini متكونين في star schema جايل العلاقة one من جدول البحث رايحة على الميني في جدول المعاملات هنا مربوط product id هنا مربوط channel id وهنا مربوط region id لو رحنا على data view ادي table all sales و هذه ثلاثة measures كنا عاملينهم كلهم بيتكلموا على quantity خلاص بقى نطبق الكم معادلة اللي احنا عملناهم عشان نعمل هنا ال report بتاعنا بنفس الطريقة يلا اول حاجة نحسب revenue على طول بقى نشتغل على sum x فده هنسميه total revenue نقطتين و equal زي ما اتفقنا هنكتب sum وننزل تحت خالص هنلاقي ال x نعمل tab المرة دي table اسمه all sales هنختار table all sales ونعمل tab لان sum x محتاجة table ال expression هنضرب ثلاث حاجات في بعض اخد بقى ثلاث حاجات اول حاجة quantity لو كتبنا all sales quantity tab مضروبة في هنا فيها عمود في discount فعايز اضرب في discount ولكن discount لازم الاول اطراح من 1 يعني اقول 1 minus discount add column discount نقفل القوس عشان يبقى فلنا 1 minus discount وبعد كده نضرب related هنروح نجيب price price موجود في product table ادي price اختيار tab اقفل related اقفل sum x ودوس enter انزل تحت ادي الرقم بتاع total revenue بتاع السنين كلها اخد بالك هنا في عشر سنين نفس الكلام هنعتبره currency zero decimal places وتعال نروح بقى نعمل pivot table ونحط فيه report ونحط فيه كل الحاجات اللي احنا محتاجينها مرة واحدة pivot table هنقول له new worksheet مفيش مشكلة واد pivot table جديد pivot table analyze نسميه report وانتر ادي اربع جداول بتوعي يهمني في ال all sales اخد total quantity وهاخد كمان total revenue زي الفل جايين لي زي ما انت شايف بال number formatting بتاعهم ممكن انزل بيهم تحت شوية تعال نبدأ بقى نقطع شوية في ال reportات دي اول حاجة انا محتاج السنة right click add as a slicer هنحطها فوق على اليمين من slicer هنروح نعمل عشرة عشان دول عشر سنين انا عايز slicer بتاعي بالعرض هنعمل resize بالعرض هنصغره لحد ما يبقى كده ونلزقه فوق من align اختار snap to grid وخليه يلزق في ال grid lines تعال نروح على channel channel right click add as a slicer برضو تمام بقى عندي year وال channel من product هاختار category وحطه في ال rows من region right click add as a slicer جميل جدا اقضى يتحكم في report براحتي ادي مثلا 2020 كل حاجة بتتغير اختار upper ال region اختار door to door شيل فلاتر تعال بقى نروح نكمل بقية measures عشان نحط كل حاجة في one report عملنا total quantity عملنا total revenue الوظيفة اختار من سيئة اختار عملنا ونقل اختار اختار عملنا عملنا ال table نفس الكلام all sales نفس نعملنا بالضبط نضرب نضرب ت مستخدام هنقفل قوس ونضرب في Related ونقفل Price من Product Table نقفل Related ونقفل Average X وندوس Enter ده متوسط البيع per transaction 56 دولار اختار Currency 0 decimal places يلا عطول Daily Average هدي اسم جديد وليكن Average Daily Revenue نقطتين و Equal هنستخدم برضه Average X ونستخدم معها معادلة Distinct هنختار المرة دي نفس الكلام من All Sales بس هنختار Dates عشان يعمليني لستة بالDates أو Table في Dates عايزين Expression هنفتح Square Bracket عشان نختار من الميجرز وهختار Total Revenue وهقفل القوس بتاع Average X ودوس Enter متوسط بيع يومي حوالي 16 ألف دولار تعا نحاول نزودهم على Pivot Table وقف معايا على All Sales هي فيها كل الميجرز Average Revenue Tick ظهرت لك و Average Daily خد بالك فرق كبير جدا بينهم المرة دي لانا عندي ايام كتير جدا بتتكرر فشوف فرق كبير Daily Average بيوصل الـ 26 ألف دولار لكن متوسط transaction حوالي 38 دولار دولار بس اخر حاجة فضل لنا الـ Rank الـ Rank هنا تريكي شوية وقصدت نورها لك بشكل تريكي ليه؟ لان زي ما انت شايف انا عندي الـ Accessories والـ Bikes والـ Clothing دول عبارة عن ايه؟ مش عبارة عن منتجات دول category للمنتجات فتعا نحاول نكتب مع بعض معادلة Rank ندي اسم category ranking نقطتين وإكول وتعا نبدأ الأول بمعادلة Rank لوحديها فأدي Rank X هنستخدم Function All وجواها الـ Product Table وهاختار بقى لازم اختار column من جوا الـ Product Table والمرة دي هاختار الـ Product Category خد بالك لو انا عايز اعمل رانكينج على الـ Product يبقى اختار Product Product لو انا عايز اعمل رانكينج على الكاتيجوري يبقى اعمل Product Category معادلة All هي برضو Table Function زيها زي معادلة Distinct بتطلع Table اللي في الحالة دي هيكون Table جواهة column 1 بس وهو column category الموجود في الـ Table بتاع الـ Product كده معادلة All قفلت هنقفل وبعدين نقفل القوس عايزين Expression هفتح Square Bracket عشان اختار الماجر انا عايز اقايم بالـ Total Revenue وعايز ترتيب حسب Total Revenue وهقفل معادلة Rank X ودوس على Enter تعالى ناخد معادلة Category Rank ونحطها هنا ادي 1 2 3 4 اشتغلت معايا على الكاتيجوري صح جدا ممكن اروح بعد كده على Data ومن Data ممكن استعمل الزرار بتاع Sort Ascending وبالتالي هيرتبهم لي من واحد لأربعة وعايزين بقى نشيل الـ One من الـ Grand Total تعالى نرجع تاني افتكر معايا المعادلة تعالى نخش جوال فهم الربار ونكتب قبل الـ Rank X قولنا هنحط ايه هنحط F Statement والـ F Statement عايز الـ Logical Test والـ Logical Test هنعزينه عن طريق معادلة اسمها Has One Value Tab هنحط نفس الـ Column اللي انا مستعمله جوه معادلة All اللي هو Product Category وحنقفل القوس بتاع Has One Value وبعد كده Value Result If True هي معادلة Rank X وبعد كده اقفل القوس بتاع معادلة الـ F ودوس على Enter تعالى ننزل بقى تحت اكتب لك الـ Blank المتينة تعالى نبص على Pivot Table تمام ادي الـ Ranking من 1 لـ 4 والـ Grand Total بتاعك اختفى طب افرد ده عايز اعمل ترتيب بالـ Product افطرد انا جيت روح تشايل الكاتجوري وروح تحاطة مكانها الـ Product تعالى بقى نبص على الشكل العام هتلاقي طبعا الـ Ranking ده بيعمل اي حاجة مالهاش الازمة خالص ادك 2 و 1 وحاجات معنوم 25 Product فماشتغلش معاك خالص وبالتالي الـ Ranking في الحالة دي كاتجوري رانكينج مش هيشتغل تعالى نشيله عايزين نعمل بقى مكانه Product Ranking تعالى نرجع تاني على الماجر جرد تعالى ناخد copy من المعادلة بتاعت رانكينج اللي لسه عاملنها وتعالى نعمل الماجر جديد والمرة دي بقى هنسميه Product Ranking ونقطتين وإكول وتعالى نعمل Paste بس بدل ما انا مختار جاء معادلة Has One Value مختار الكاتجوري حط مكانه الكاتجوري بتاع Product ونفس الكلام جاء معادلة Rank X نقوم وتعالى نرجع على Pivot Table وتعالى نختار أدي ماجر جديد اسمه Product Ranking لو اخترته المرة دي المرة دي تمام تعالى نعمل عملية الترتيب From A to Z أدي أول حاجة Cargo Bikes وتنزل تحت الحد 25 وال Grand Total مش موجود يبقى أنت عندك Two Majors لو اخترت هنا الكاتجوري يبقى تختار له Category Ranking لو اخترت الProject تختار له Product Ranking فيديو كان طويل جدا شفنا فيه Filter Context شفنا فيه معيزات وعيوب الأعمال المحتسبة أو Calculated Columns شفنا فيه معادلات DAX التكرارية أو بنسميها DAX Iterator Functions اتعرفنا على عائلة X وشفنا عشر معادلات DAX جداد وفهمنا الفارق بين Internal and External Filter وبكده نكون وصلنا لهذه الفيديو ولو عجب الفيديو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة واسب لي تعليق ولو عايز تشوف الفيديوهات اللي قبل كده في اللينك بتاع السلسلة كلها موجود هنا وبعض اللينكات لسلاسل أخرى وفيديوهات مهمة لو حبيت تاخد فكرة عن بقية الفيديوهات اللي في الشانل شكرا جدا لوقتكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته